ما ترونه إلى حد الآن يبدو أمراً عادياً لكن تابعوا إلى أين ينتهي بهم المطاف نعم إلى قبو بعمارة تطفو فيها مياه الأمطار التي اشتحت المنطقة خلال الأيام الفارطة يتحمل الأب والأم بشكل مستمر مشقة حمل ابنيهما بجسم منحني ساعيناً للدخول إلى أشبه ما يقال عنه مسكن ويصبح قدرهم المحتوم أن تتزاحم عائلة متكونة من أربعة أفراد في غرفة واحدة في قبو هذه العمارة التي تتواجد بحيى الرياض بولاية سعيدة ساكنين تحت حشاكم قواتيست تعاليت والد تعباطيمات مشاكل تعالي الكهرباء البارح دي جانهاي لابخاف باندويل ترتق علينا في الليل بيتين برا أنا ولادي زوجتاعي كما كتشوف أنا نعانوا بزيف المال لامي ديتي بنتي تعاني حكموها دي كريز غير برا كانت سلجو حنا هنا يالبرد غير كما يقول لك راني في الشارع شاي غيمي الحيطان وساي هذا مكان شافتنا اللجنة وما زال حد الآن ما عدنا حتى نتيجة ما بينونا ويلو احنا نساكني معاستون بيت في وسط الزيقويات هامو الزيقويات هنا يقول دين فوقي فقراسان في بريسان نوردو أنا خاف خطر ما قطاش يترتق علينا زيقوي دي جان ما هو يعطيكم الخبر للماء تخلي علينا ورانا نعانوا حياة بائسة تلازمهم لثلاث سنوات ام ماكثة بالبيت واب عاطل عن العمل همهما الوحيد ان يحتمي بمسكن اللائق يسون كرمتهما وكرمة ابنائهما حلينا لأهلاكا بقولنا لأوليدا راني سامحيلك قاع الجوارين اسكنتا وليداتك فصح واحد اللي لاعلي قاع حد المشتا مش يقول لك البارح وتاع البارح بالزاف جانجات البومبية تاني خوراهم شافوا ودي راني نشاهدو غيفي شهد الخير هذا ولدنا أنا راني نبكي من نهليل ونهار غلما هم في وجه الله وفي وجه ربي وفي وجه هذه الملائكة مش في الكبر هذه الملائكة ما يخلوهم شي معبوني يفرجوا عليهم مولدي قناة البلاد وقفت ميدانيا على حجم المعاناة التي تجاوزت حدود المعقول لترفع انشغال هذه العائلة المتضررة الى السلطات الولائية بغية منحهم مسكن يأويهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر